ترجمة نانسي قنقر وقد هنت لجنة الوزراء الأفكار الفائزة باختيار اللجنة والتي ضمت كل من فكرة مشروع توسعة خدمات الصحة النفسية في المجتمع المقدمة من بثينة حميد العصفور والدكتور علي حسين السلمان من مستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة وفكرة مسعف في كل بيت المقدمة من كوثر فؤاد سلمان ونادي جاسم أبو إدريس من وزارة الصحة إضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي فكرة برنامج تمليك المقدمة من السيد محمود عدنان البلادي من تمكين وشادت اللجنة بما تم طرحه من أفكار إبداعية ومبتكرة من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين منوهين بما اطلعوا عليه من عروض للأفكار الاثنتين عشر التي تأهلت للمرحلات النهائية من مسابقة فكرة وتقديراً للجهد الذي بذله أصحاب الأفكار الفائزة ولمواصلة تنفيذ الأفكار بأعلى معايير الجودة والتميز سيتم عرض الأفكار على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتطبيقها في الجهات الحكومية المعنية بكل فكرة منها وقد ضمت اللجنة كل من سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني وسعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وقد تأهلت الأفكار الثلاث بعد سلسلة من مراحل التقييم في إطار المسابقة التي تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسيا للتطوير بما يتيح الفرصة لإشراك منظفي القطاع العام في طرح الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته وتطوير جودته وبخرجاته بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة 2019-2022 ترجمة نانسي قنقر